اشتركوا في القناة وقبله وعنقه قال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل عليه السلام ففعل ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فأجاب إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى تلك الرابية المرتفعة هو ده النص المذكور في كتب التفاسير لكن وراء النص حاجات كتيرة لازم نشعر بيها علشان نعرف مدى عظمت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام قال إبراهيم تلك الكلمات الخالدة وعمره تجاوز المائة عام كان شيخا كهلا عجوزا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ومعنى أمة أي إمام يقتدى به وقانتا لله أي خاشعا وخاضعا لله في كل أوامره وفرق شاسع جدا جدا بين من عشق التكليف الإلهي ومن أراد أن يلقي عن كاهله أبق التكليف وحنسرح بخيالنا شوية ونفكر إزاي قدر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام ببناء هذا البيت أول خطوة كان لابد من تهيئة الأرض وتطهيرها ولم يكن معهم من الأدوات إلا بعض الأدوات البسيطة ويبدو أن الأمر في غاية الصعوبة ولكنه ما قام به على أفضل ما يكون ثم أتى سيدنا إسماعيل عليه السلام بالحجارة وبطبيعة الحال لم تكن حجارة متماثلة ولكنها مختلفة في الحجم والأبعاد وكان لابد أن يجعل من وحدات البناء وحدات متشابهة ومتماثلة لأقصى حد وهي له من مجهود شاق في ظل عدم توفر أي أدوات مناسبة ثم قام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبناء ووضع حجارة فوق حجارة فوق حجارة قام بكل ذلك وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ظل على ذلك الحال فترة طويلة من الزمان ولكن من ذاق حلاوة الإيمان واستحضر عظم الجزاء ازداد قوة وإصرار على إتمام ما بدأ جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا